برأيك هل سيشعل حزب الله الجبهة اللبنانية بعد كلها التطورات اللي شفنيها؟ أنا باعتقد أن حزب الله لن يتعمد إشعال الجبهة لأنه ليس من مصلحة لبنان أن نشعل هذه الجبهة وليس من مصلحة أحد وباعتقد حزب الله يعني كي بدي أقول لك يعني واعي لهذا الموضوع واعي لهذا الأمر وما باعتقد أنه هو رح يتخذ خطوات سباقة لتأجيج الوضع باعتقد أنه إذا صار فيه اعتداء على لبنان وهذا اللي قالوه المسؤولين بحزب الله إذا صار فيه عدوان على لبنان طبعا حزب الله سيرد يعني حزب الله ما عاد مخفي عدد الصواريخ اللي عنده اللي عم بيحكوا فيها وعدد الصواريخ الذكية اللي عنده إياها ما عاد خافي على أحد قدرات حزب الله القتالية قدراته القتالية بالنسبة لعدد المقاتلين اللي عنده بالنسبة للسلاح اللي بيمتكونه التجارب اللي صارت عندهم بقى لذلك بتصور أنه الوضع يختلف طيب بس بالمقابل يوم هناك من يطالب بتحييد لبنان عن كل هالأتون بالمقابل عم ينحكى عن توحيد الساحات يعني بين توحيد الساحات وتحييد الساحة اللبنانية صحيح صحيح وين جورج إبداح اليوم؟ شو موقف جورج إبداح؟ بردا على السؤال اللي عم بتقوله أنا ما بدي دافع عن حدا ولا لا عن حزب الله ولا عن غيره بس حزب الله ما قال إلى الآن أنه هو سيدعم أو سيشن هجوم على إسرائيل قالوا بارح سمعت شاك صفي الدين وكذا نحن لسنا على الحياد طبعا على الحياد بالموقف يعني طيب نحن مش على الحياد نحن في شي عربي واقف على الحياد كلنا مع القضية الفلسطينية كلنا مع الشعب الفلسطيني نأسف للضحايا اللي سقطوا بس هذه هي الحرب يعني سقط ضحايا كتير من الفلسطينيين قبلا بس اليوم شفنا هذه العملية المفاجئة هذه العملية الجبارة اللي صارت واللي حصلت وما حدا كان متوقعها وراح فيها ضحايا طبعا كلنا من أسف لهذه الضحايا البريئة خاصة اللي راحت سواء من الفلسطينيين أو من الإسرائيليين بس بالنهاية بدنا نوصل إلى حل لازم يكون في حل لهذه المشكلة اللي صار عمره 75 سنة عظيم واللي معاهم يفكر بحل بيكون غير واقعي هل ستطول هذه المواجهة برأيك؟ ما بعرف يمكن بدك تشوف أنت سمود الشعب الفلسطيني أنا ما عندي معطيات بدك تشوف يعني اليوم صرنا لرقم يتخطى ستمائة قتيل هي طبعا وأكتر سبعمائة عم بيقولوا سبعمائة وقمسين نعم هي ما بعرف مش أنا بقدر جاوبك على هالسؤال يعني ما بعرف شو عندهم إمكانات بالمقاومة الفلسطينية كداش قادرين يصمدوا ما تنسى أنه إسرائيل كمان دولة عظمة الجيش الإسرائيلي جيش متفوق بالنسبة للمنطقة كلها بالنسبة لكل الجيوش في المنطقة كل شي بنقوله أنه الله يخلص المسائل بالسلامة وإن شاء الله يقدروا يوصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لحتى يصير فيه حكي لازم يصير فيه حوار إن شاء الله مثل ما أنت سألتني إن شاء الله إنه الصدمة هذه العظيمة اللي صارت تخلي الإسرائيلي أنه يجلس على طاولة مفاوضات يقود يحكي يحكي بحل الدولتين بيحكي بالمبادرة العربية اللي كان قدمها الملك عبد الله الله يرحمه في الخدمة العربية نعم با